بغداد واهم من يظن أن الثورة انتهت كلمات لمتظاهرين أثناء توجههم إلى ساحة التحرير في بغداد استجابة لدعوات التظاهرات المليونية في مدن البلاد للتأكيد والتذكير بأهداف ثورة تشرين المطالبة بإسقاط النظام وأحزابه الفاسدة آلاف المتظاهرين توافدوا إلى ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات في وقت مبكر وسبق ذلك قطع طريق محمد القاسم في العاصمة تأكيدا على استمرار الإضراب العام في البلاد محافظات البصرة وذيقار وكربلاء والنجف وواسط والقادسية وبابل شهدت توافد الآلاف من المتظاهرين السلميين إلى ساحات الاعتصام للمشاركة في مليونية تختلف عن سابقاتها في كانون نكون أو لا نكون هو الشعار الذي روج له ناشطون في تنسيقيات التظاهرات في وقت مبكر من العام الجاري ناشطون في التظاهرات قالوا إن مليونية كانون الثاني تأتي للضغط على البرلمان والكتل السياسية للاستجابة لمطالب ثورة تشرين وعدم السماح أو التراخي أمام محاولات إخمادها بحجة التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران واتهام الأحزاب للمتظاهرين بالميل لطرف من أطراف الصراع على حساب الآخر اتهامات رد عليها المتظاهرون في الساحات بشكل واضح لمن يريد الإنصات المتظاهرون أكدوا أيضا أنهم لن يبقوا معتصمين في الساحات إلى الأبد فهم يتوقون لقطف ثمار ثورتهم التي قدموا فيها التظحيات الجسام على مدار أكثر من ثلاثة أشهر مؤكدين على مطلب إسقاط النظام ومجيء حكومة وطنية تمثل كل العراقيين وغير خاضعة للإملاءات الخارجية وبخلاف ذلك فهم متجهون نحو تصعيد حراكهم ونقله إلى المنطقة الخضراء حيث تقبع الأحزاب الفاسدة ترجمة نانسي قنقر